خايفة حتى أولادي بس يروحوا على المدارس مثلا بقلهم ماما دغري تحت الطاولات لتقدروا تهربوا لتقدروا تهربوا على السحاب لأروع القصص اشتركوا هلأ بقناة مالك مكتب الرسمية على يوتيوب تقهوا بدائموا بالأخص بعد هالكارسة اللي صارت عنا كارسة الطيارة يعني زاد الوسويس فيه أكتر والخوف إذا طيارة وقت بالبحر مات فيها تسعين شخص انطرنا البواخر والسفن من بره لا تجي لا تشوف تعملنا وين إني إذا هبطت شي بناية هل الدفاع المدني أو أجهزة الدولة عندهم الإمكانيات والجهوزية عندهم الإمكانيات يشوفوا فيه ناس تحت الطراب ولا بدوا تطلع ريحته الإنسان لا يعرفوا يعني نحنا بنا نطمن على سلامتنا بنا نحنا الدولة تطمننا هل نحنا بأمان بلبنان إذا مثلا أنت والبيت هزت ريّة شو بتقولي شو بتعمل أنا بس بمجرد ما أحكي دغري عيوني دغري شو بعمل دغري أنا من أهل ولادي يعني عرفت كيف يعني قدمة خايفة حتى ولادي بس يروحوا على المدارس مثلا بقولهم ماما دغري تحت الطاولات لا تقدروا تهربوا لا تقدروا تهربوا على الصحات لأنه عن جد للأسف ما في لا توعية لا على البرامج حتى نحنا منطالب وزارة التربية يكون في توعية بالمدارس للولاد كيف يتصرفوا ولكن شي صحي واحد عيش هاجز الزلزال قبل وقوعه ما بتتعبه مش ما بتعب كون يعني ما هيئتوا شوية نفسيا هلأ أولادي حطيتهم بالصورة كيف مسلا ممكن يتخبوا نشكر الله عارف الاحتياطات عن تدابير اللي بياخدوها كارلا طرحت سلسلة أفكار من بداية الحلقة وسلسلة هواجز ومخاوف عند المواطن اللبناني ولكن قبل ما أعرف التفاصيل يعني فوت بتفاصيل الأجوة لأسئلة كارلا أبو مراد يعني معروف لبنان يقع على الحوض الشرق للبحر الأبيض المتوسط واللي هو بيوقع بين صفائح تكتونية عربية وأفريقية وهي تشكل إحدى أخطر المناطق وأكثر مناطق زلزلية في العالم هلأ أكيد هلأ باللبنان بده يصير فيه زلازل وفيه زلازل والتاريخ فرجينا يعني نحن عنا راجع التاريخ للألف وثلاثمائة وخمسين قبل الميلاد أنه فيه عنا زلازل صارت باللبنان عنا زلازل صارت على فترات مثلا كل ألف سنة كل خمسمائة سنة ولبنان بالفعل هو واقع على الصفيحة بديك الأسيوية العربية يلي هي الحد الفاصل مع الصفيحة يعني إذا منطلع على الخريطة نحن المشكلة أو ليش عنا زلازل باللبنان هني من شغلتين بالحقيقة إذا منطلع على الخريطة منطلع أنه الجزيرة العربية عم تطلع لفوق يعني عم تتوصل صوب إيران هلأ هيدا الشيء بيخلي أول شيء أنه كمان عم يصير فيه زلازل بإيران مشان هيك فيه الجبال بإيران الجبال يلي هني زاقروا ستوروس نعم ولكن تأثيروا على لبنان هيدا شو هيدا هلأ شو بدنا بفوق إذا نحنا منطلع لأنه الجزيرة العربية الاتجاه لشمال البحر الأحمر عم يفتح هلأ هيدا الشق تبع للبحر الأحمر بيكفي من جنوب لبنان بالأراضي البلدين يلي بجنوب لبنان يعني الفلسطين الأردن وبيكفي عنا على لبنان على فالق اليمون